بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فقد توقفت معكم في اللقاء السابق عند السؤال الغبي السؤال الغبي الذي طرحه أبي بن خلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أورده القرآن الكريم في أواخر سورة ياسين قال أن يحيي هذه الله بعد موتها هذا السؤال الذي يعني طرحه أبي بن خلف ورد في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي وقلنا إنه سؤال غبي لأنه نسي خلقه يعني تلاحظ أن الآية قبل أن ترد قبل أن تورد قول المعترض الكافر من يحيي العظام وهي رمي ردت عليه وضرب لنا مثلا في جملة اعتراضية نسميه جملة اعتراضية وأصل الكلام من غير اعتراض في غير القرآن وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رمي وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام لكن وضرب لنا مثلا بعد جدا تيجي بجملة اعتراضية ونسي خلقه جملة اعتراضية دي معناها أنها جملة تأتي معطرضة للكلام لغرض بلاغي أيضا لغرض توضع من أجله والغرض هنا هو التنبيه على غباء السؤال أنه مجاب بطبعه أن الدلالة على ما يسأل عنه هذا الرجل والبرهان عليه كامل فيه هو فيه هو في الذي يسأل نفسه هو نفسه الدليل على ما يريد أن يسأل عليه فإن الله سبحانه وتعالى ونسي خلقه يعني هنا عائدة على السائل الذي ضرب المسى الأبي ونسي خلقه يعني ونسي كيف خلق ونسي أنه خلق أول مرة من عدم فأين كان هو لا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور عدما وبالتالي الله سبحانه وتعالى بقدرة أوجده من هذا العدم ولكنه نسي هذه النقطة وسأل السؤال الذي وصفناه بأنه سؤال غبي وعرفنا الآن سر تسميته بالسؤال الغبي أنه سؤال يصدر من إنسان هو نفسه الإجابة هو نفسه الإجابة وجودك على هذه الأرض بعد أن لم تكن شيئا هو نفسه هذا الوجود الإجابة عن السؤال من يحيي العظام وهي رميم وتستمر الآية وتحكي هذا السؤال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا هو السؤال من يحيي العظام وهي رميم عندما فرك العظمة وذرها في الهواء والسؤال هنا ليس أن يحيي هذه الله بعد موتها كما ورد في سورة البقر ولا رب أرني كيف تحيي الموت كما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام وإنما من من يحيي العظام كأنه هو أولا يؤمن بالله يؤمنوا الكفار في مكة كانوا يؤمنون بالله ولكنهم كانوا يشركون معه آلهة أخرى وأيضا يصفونه بصفات النقص ويعني لا يعطونه سبحانه وتعالى حقه مما يستحق من الصفات فعندما حكى القرآن عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولون الله ولما سؤلوا عن عبادتهم الأسلام قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفة وكانوا يسمون أبنائهم عبد الله إلى آخره فهو يؤمن بالله ولكنه يرى أنه لا الله عز وجل حاشا لله ولا غيره من القوى تستطيع أن تحيي العظام بعد أن أرمت ولذلك سأل بمن من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم هذا السؤال معناه لا أحد يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم لأن الاستفهام هنا أيضا ليس على حقيقته هذا الأبي لا يسأل حتى يقول له رسوله سلم الله هو الذي يحيي العظام وهي رميم لم يكن يقصد أن يسمع هذه الإجابة إنما هو سؤال أيضا استنكاري الغرض منه نفي أن يكون هناك أحد قادر على إحياء العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم يعني لا أحد يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم ثم جاء تعليم تعليم القرآن تعليم الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرد فقال له قل يعني الأمر هنا من الله إلى رسوله قل يا محمد وسوف نسمع ما الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج به يحييها الذي أنشأها أول مرة تكرار وتأكيد للمعنى الأول وهنا يحدث القرآن نوعا من القياس الذي أنشأها أول مرة هو قادر على أن يحييها بعدما تموت لأن القدرة التي توجد الشيء أول مرة من العدم هي هي نفسها القدرة التي تستطيع أن تحييه بعد الموت قل يحييها الذي لأنه يسأل عن من فإذا كنت تؤمن أن الذي أنشأها أول مرة هو الله فمن باب القياس لا بد أن تؤمن أن الذي يخرجها من التراب يوم الدين ويبعثها بعد الموت هو الله هذا إجابة من ونلاحظ أن القرآن لم يقل قل يحييها ما قل يحييها الله لا القل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو الله لكن أتى بالفعل المقصود البرهنة به كان يمكن قل يحييها الذي خلق السماوات والأرض قل يحييها الذي أنزل من السماء ماء أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى قل يحييها الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مثلا لا القل يحييها الذي أنشأ أول مرة لأن الإنشاء أول مرة هو البرهان هو الدليل هو المقيس عليه في حاجة اسمها المقيس عليه في حاجة اسمها المقيس والعملية دي كلها اسمها قياس فأنت بالقياس العقلي لابد أن تقيس الإحياء يوم القيامة على الخلق من العدم لأن وقوع الاثنين اللي هو الخلق من عدم والإحياء من القيامة وقوع الاثنين تحت قدرة الله عز وجل لا فرق فيه بينهم فإذا كانت قدرة الله عز وجل قد أوجدتك أول مرة من العدم فهي هي التي سوف تجدك المرة الثانية يوم القيامة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خلينا بقى نرجع تالي ونقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ما مناسبة الكلام عن الشجر الأخضر وعن النار التي تخرج منه لكي تكون وقودا ما مناسبة هذه الظاهرة الطبيعية لموضوع البعث الذي تتكلم عنه الآيات إلى آخر الصورة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيدي ملكوته كل شيء وليه ترجعون السؤال الآن لماذا ذكر القرآن الكريم هنا في الاستدلال على البعث هذه الظاهرة الطبيعية حيث نرى النار تخرج من الشجرة الخضراء تجد الغابات كده مخضرة على أعلى مستوى من الخضرة وتشتعل فيها النار فأخرج النار من الخضرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أو كما قال بعض المفسرين أو كما يمكن أن يفهم المعنى أن الشجرة الخضراء يعني تقطع وتجف ثم تشتعل فيها النار لكي نوقد بها في حياتنا هذا وهذا يعني الكلام ما علاقة هذا الكلام بالبعث أرجو أن ننتبه حتى يتبين لنا العبقرية في الاستدلال إن صح التعبير العمق الذي ذكرته من قبل وقلت إن الآية يكون فيها مضمون عقل صارم صارم مفحم قادر على البرهنة على المطلوب يمكن لمن يتعمق ويتأمل فيها أن يستخرجه كدليل مضمون العقل في الآية الحمد لله نحن كمسلمين آمنا حتى قبل أن يسأل أبي وبعد أن سأل آمنا بأن الله هو الذي يبعثنا لكن خد بالك من الدلالة العقلية أن النار الذي شوف الذي كل يحال الذي أنشاء أولا مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نار هنلاقي إن الشجر الأخضر الخضرة بطبيعتها ضد النار يعني فيه طبيعتين مختلفتين الخضرة كما هو واضح فيها ماء فيها رتوبة وفيها برودة خضرة بينما النار كما هو واضح أيضا فيها حرارة وفيها جفاء جفاف فالطبيعة الفيزيائية لهذين الأمرين اللي هي الخضرة والنار ضدان تماما ضد النار ضد الخضرة ضدان تماما في كل الخصائص الطبيعية فأنت تمسك بالخضرة وتستمتع بلامسها بينما لا تستطيع أن تمسى النار لأنه فحرارة هذه فيها برودة فهناك ضدية تامة بين النار بين الخضرة من جهة والنار من جهة أخرى والله عز وجل يقول لك ولكن على الرغم من هذه الضدية أنت ترى بعينك أن الضد لهو النار يخرج من ضده وهو الخضرة بقدرة الله تبارك وتعالى نقول إيه بقى فالله سبحانه وتعالى بدليل المعاينة احنا شايفين بعننا لحد حكلنا ولا سمعنا احنا شايفين بعننا في الطبيعة استطاع بقدرته أن يخرج النار من الخضرة ممكن بقى نعمم المسألة شوية ونقول استطاع بقدرته أن يخرج الضد من ضده أن يخرج الشيء من ضده هذا بالمعاينة و حصل فيه يقين عندنا لأننا نراه بأعيننا يخرج الشيء من ضده لا بد أن ننتبه إلى أن القرآن هنا يدعونا إلى القياس فنقول إن الذي استطاع بقدرته أن يخرج الشيء من ضده هو من باب أولى قادر على هنا بقى المقيس عليه الشيء اللي احنا نزل نثبته أن يخرج الشيء من جنسه يعني الإنسان من بقاياه يوم القيامة فالإنسان من جنس بقاياه بينما النار ضد الخضرة فالذي يستطيع أن يخرج الشيء من ضده هو من باب أولى قادر من باب أولى من باب أولى يعني أسهل وأيصر وإن كان كله عند الله يسير كما ذكرنا من قبل لكن الله عز وجل يكلمنا بما نفهمه بعقولنا فبنقول من باب أولى حتى العلماء سموه قياس الأولى من باب أولى فيقول إيه بقى إن الذي استطاع أن يخرج الشيء من ضده هو من باب أولى يستطيع أن يخرج الشيء من جنسه اللي هو الإنسان من بقياه من الطراب الذي تحول إليه لأن الإنسان الذي سيبعث يوم القيامة إنسانا حيا هو من جنس بقياه من جنس الطراب الذي صار إليه من جنسه يعني من نفس نوعه بينما النار ليست من جنس الخضر وإنما من ضدها في يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الآيات بدليل من الطبيعة وينبهنا إلى أن الدليل من الطبيعة يمكن أن ينقلق إلى اليقين الجازم في قدرة الله عز وجل على إحياء الموت شوف الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون يعني بفهمنا هذا الذي شرحناه الآن لم تعد هذه العبارة من الآية يعني كما يبدو قبل أن نشرحها مقحمة أو يعني موضوعة في سياق الحديث عن البحث بدون مناسبة لا ده هي محطوطة هنا عشان يقولك إن الذي استطاع أن يخرج الشيء من نقيضه اللي هو النار من الخضرة هو من باب أو لا قادر على أن يخرج الشيء من جنسه اللي هو الإنسان من بقياه لأن إخراج الشيء من جنسه أيسر وأسهل من إخراج الشيء من ضده فإذا كان استطاع الله عز وجل أن يفعل ما هو أصعب فإنه من باب أو لا يستطيع أن يفعل ما هو أسهل وإن كان عند الله لا يوجد صعب وسهل كله على الله يسير أؤكد هذا الكلام مرة أخرى فأنا عندما أقول لك هل تستطيع أن تحمل خمسين كيلو فأنت أتيت إلى مئة كيلو يعني أنا بقول لك تقدر تشيل خمسين قمت شيل مئة يبقى أنا مش محتاج علشان أقتنع أن أنت تقدر تشيل الخمسين أن أنا شوفك بتشيل الخمسين خلاص ده أنت شلت مئة هنا بقول إيه أنا صدقت أنك قادر على حمل الخمسين من باب أولى لأن الذي استطاع أن يحمل الخمسين المئة هو من باب أنا من باب أولى قادر على أن أحمل خمسين وهو قياس فطري جدا القرآن الكريم يا جماعة عندما يستعمل أقيسة إنما يستعمل الأقيسة الفطرية جدا التي نستعملها في حياتنا أقول لك مثلا أنت تقدر تاكل الرغيف ده تقول لي أقدر أكل رغفين أنا لا أريد منك أنك تثبت لي أنك أنك تاكل رغفين ده أنا أسألك عن رغيف واحد فلما تاكل رغفين يبقى من باب أولى أثبت لأنك تقدر تقول إيه تاكل رغيف واحد وهكذا في حياتنا عادي جدا نحن نفعلها ونمارسها هذه المسألة الأولوية دون أن يعني نجد من يشرحها لنا ويفسرها على هذا النحو لما القرآن بيستعملها وبيقول لك إن الذي استطاع أن يخرج الضد من ضده يعني النار من الخضرة هو من باب أولى قادر على أن يخرج الشيء من جنسه يعني الإنسان من الطراب ولا يزال الحديث إذن في البرهنة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموت وعلى أن الذي سيحيي الموت هو الله تبارك وتعالى الذي أنشأها أول مرة والذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون نكمل السياق إلى آخر الآيات أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إيه دي بقى إيه جاب خلق السماوات والأرض في إطار أيضا إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيبعث الموت وأنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى هذه أو ليس الذي السؤال هنا ليس استفهاما حقيقيا بمعنى أن القرآن يسأل لكي تقول الله أو ليس لكي تقول بلى وخلاص لا الاستفهام هنا هنا للتنبيه والتأكيد والتدليل سؤال سؤال للتأكيد القرآن لا يحتاج إلى إجابة أجابة بنفسه بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم هذه القاعدة تؤسس لنا نوعا آخر من القياس وهو ما يعرف بقياس المثل إحنا قلنا الأول اسم قياس الأولى إنما هنا قياس المثل يعني الذي فعل شيئا هو قادر العنى أن يفعل مثله أنا استطعت أن أشرح آية في حلقة أنا أستطيع أن أشرح آية أخرى في حلقة ثانية أنا استطعت أن أقود السيارة من القاهرة إلى إسكندرية أستطيع أن أقودها من الإسكندرية إلى القاهرة الذي فعل شيئا يستطيع أن يفعل مثله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله سبحانه وتعالى لن يخلق مثل السماوات والأرض ولكن ينبه إلى قياس المثل وخاصة في باب القدرة فقدرة الله عز وجل المطلقة أردنا أردنا بأعيننا أنه خلق السماوات والأرض فهو إذن قادر على أن يخلق مثلهم طب نعمل إبقاء نقول وكذلك الله سبحانه وتعالى أنشأنا أول مرة من العدم إذن بنفس القدرة سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى ولذلك ولذلك لما قال بلى وهو الخلاق الخلاق يعني فعال صدت مبلغة من الفعل الخلق مما يدل على طلاقة القدرة على الخلق وهو الخلاق العليم ثم بعد أن يبرهن القرآن الكريم على هذه الحقيقة الإيمانية التي يسأل عنها هذا الرجل يبرهن عليها بالأقيسة سواء القياس قياس الأولى أو قياس المثل ينتقل إلى الخطاب الإيماني يخاطب المؤمنين الذين يؤمنون بالقرآن الكريم بأنه من عند الله وبأنه كلام الله عز وجل وأننا نسلم بكل ما جاء فيه وقد لا نحتاج إلى مثل هذه البراهين الدقيقة ولكن خذ بالكم أخواننا أن القرآن لم ينزل للمؤمنين به فقط إنما للناس للناس القرآن نزل على جميع الناس لكي يخرجهم من الظلمات إلى النور يهدي به الله عز وجل الضال والمنحرف والكافر إلى الإيمان ويشرح الله عز وجل به صدر المؤمن ويزيده إيمانا فقال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فنحن في طلاقة القدرة لا نحتاج إلى دليل ولا إلى برهان أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء بكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالنتيجة إذن عليكم أيها المؤمنين وعليكم أيها المدعوون إلى الإيمان من غير المسلمين أن تسبحوا بحمد الله تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هذه الآيات كما ذكرنا فيها دلالة عقلية صارمة على ما أرادت أن تثبته وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الناس بعد موتهم ردا على سؤال أبي ابن خلف كما ذكرنا فتتركن هذه الآيات وقد امتلأت صدورنا إيمانا وامتلأت عقولنا قناعة وتصديقا بأن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وبأنه هو الذي يحيينا وبأن كلامه عز وجل حجة كله على الناس كلهم إذن 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 عندما تتأمل في طريقة القرآن في الاستدلال ستجد أنها طريقة مبنية على البساطة والمباشرة وقضية الأولى دائما حاضرة في استدلالات القرآن لأننا إذا قلت لك هل تستطيع أن تحمل خمسين كيلو فحملت الخمسين كيلو آه برهنت لي فعلا على أنك تستطيع أن تحملها لكن اليقين سيكون أشد والإيمان سيكون أقوى عندما تحمل مئة كيلو هذا إفحام خلاص انتهى قطعت الأمر فقياس الأولى هو القياس المستعمل غالبا في أغلب استدلالات القرآن الكريم يستعمل هذا القياس لأنه أكثر قدرة على إثبات المطلوب رأينا مثالا في إثبات البعث ويمكن أن نرى أمثلة أخرى مثلا عندما يتحدث الله عز وجل عن التنزيه ينزه الله تبارك وتعالى نفسه عن أن يكون له بنات أو كما ادعى الوثنيون من العرب أن البنات أن الملائكة بنات الله عز وجل فنسبوا لله تبارك وتعالى لله تبارك وتعالى البنات وقالوا إنهم بنات الله تبارك وتعالى ونسبوا لأنفسهم الذكور وكما تعرفون كانوا يأدون البنات باعتبارهم عارا يتجلبه البنت على أبيها هذه الوضعية جعلت القرآن الكريم يستدل على التنزيه بآية قرآنية سنذكرها ونفصل الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالعقل تسامى